بسم الله الرحمن الرحيم وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فلم يترك عليه الصلاة والسلام خيراً إلا ودل الأمة عليه ولا شراً إلا وحذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين وسلكنا معهم مع عباد الله الصالحين أيها الإخوة في الله لازلنا في شرح العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله وتكلمنا في الدرس السابق على كرامات الأولياء وأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده الصالحين بكرامات وبينا معنى الكرامة وأنها الأمر الخارق للعادة وأنها تختلف عن المعجزة وتختلف معجزة الأنبياء وتختلف كذلك عن ما يعمله الكهان من البدع ومن الخزعبلات التي يضحكون بها على الناس وبينا أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يكرم الله عز وجل به من شاء من عباده كما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون فالإيمان والتقوى هما شرط الولاية والكرامة في هذه الأمة لأولياء الله عز وجل الصالحين المتقين إلى قيام الساعة وذكرنا شيئا من الكرامات التي حصلت للسابقين من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كأصحاب الكهف ومريم ابنة عمران أم عيسى عليهم السلام وذكرنا كذلك كرامات بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حصلت على أيديهم بعض الكرامات وكذلك بعض التابعين كأبو مسلم الخولاني وهو من سادات التابعين ولا تزال الكرامات في هذه الأمة إلى قيام الساعة والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال وأنه يدعي الألوهية والربوبية وأنه يخرج له شاب مسلم فيأتي إليه المسيح الدجال ويقول له أو ما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض يعني أن الدجال يقتل هذا الشاب ويكون على قطعتين ثم يقول له تعالى فيعود كما كان فيسأله مرة أخرى فيقول له أو ما تؤمن بي فيقول هذا الشاب المسلم مزددت فيك والله إلا بصيرة أنت المسيح الكذاب الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد الدجال أن يقتله فلا يصلط عليه فيحفظه الله ويمنعه ويكرمه وقد جاء أن الله عز وجل يجعل حديدا على رقبته فلا يستطيع الدجال أن يقتله فهذه كرامة لهذا الشاب المسلم وقد كان بعض الصحابة يعتقد أنها ستحصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الكرامة ولكنها في هذه الأمة عند خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فكرامات الأولياء في هذه الأمة وذكرنا أيضا من كرامات الأولياء كرامة أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بركة الحبشية وهي زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة ابن زيد الحب ابن الحب وأنها خرجت مهاجرة في سبيل الله وحدها وأن حصل عليها ضمع شديد في الصحراء فقيل لها ارفعي رأسك فإذا دلو متدل من السماء مملؤ ماء فشربت منه رضي الله عنها فلم تضمأ بعد ذلك وذكرنا أن زيد بن حارثة كان قد تزوج زينب بنت جحش وطلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فهذه كرامة أيضا لزينب فتقول رضي الله عنها زوجكن لأمهات المؤمنين زوجكن أهاليكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمره بأن يمسكها ولكن الله عز وجل يعلم ما في نفس رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه سيتزوجها وكرامات الأولياء مما يكرم الله عز وجل به عباده الصالحين من النصر والتأييد والرزق والحفظ كل هذه من الكرامات ولكن كون الولي له كرامة ليس معنى هذا أننا نأتي إلى مثلا قبره ونتمسح به أو ندعوه من دون الله أو نتوسل به إلى الله عز وجل أو ندعوه من دون الله لشفاء مريض أو رد غائب أو توسيع رزق أو أن يهب الإنسان ولدا أو غيره وكل هذه من الأمور الشركية التي لا تجوز فلا يجوز أن يدعى إلا الله عز وجل وأن يسأل في شفاء المرضى ورد الغائب ومنح الولد وغيرها مما يمن الله تعالى به على عباده إنما تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من هؤلاء الصالحين لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر فلا يجوز للمسلم أن يأتي إلى قبر رجل صالح فيتوسل به أو يدعوه من دون الله والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فإذا دعا هذا الولي من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله نقض شهادة التوحيد نقض شهادة لا إله إلا الله وهو أنه لا يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله عز وجل فهؤلاء الجهلة يعتقدون أن هؤلاء الأولياء لهم شيء في تصريف الكون فيأتون إليهم بالذبائح والنذور والصدقات ويذهبون إليهم ويسافرون المسافات الطويلة يأتون إلى قبورهم وإلى عتباتهم وإلى قببهم يدعونهم من دون الله عز وجل أو يدعونهم مع الله عز وجل وهذا هو فعل المشركين الله عز وجل ذكر عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فلا يطلب مثل هذه الأمور إلا من الله عز وجل الميت والغائب لا يستطيع أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضر قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير حتى الأنبياء حتى الملائكة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما منحهم الله عز وجل فلا يجوز لمسلم موحد أن ينقض توحيده بالذهاب إلى هؤلاء الأولياء والصالحين يسألهم من دون الله أو يسألهم مع الله فيفسد صلاته ويفسد عبادته ويفسد على نفسه دينه لأن هذه من البدع ومن المنكرات التي يجب على أهل العلم وعلى الدعاة وعلى المصلحين أن يحذروا الناس منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالتوحيد ولتحقيق توحيد العبودية وتوحيد الألوهية وأن لا يعبد إلا الله وحده ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله عز وجل ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فهذا هو الواجب على الدعاة والمصلحين والعلماء أن يبينوا للناس العقيدة الصحيحة ومن فقها مسألة وعلمها فهو فقيهها يجب عليه أن يعلم الجهال وأن يرشدهم وأن يعلمهم إلى ويحذرهم مما يقع فيه هؤلاء من الجهل فينقضون توحيدهم وينقضون صلاتهم وعباداتهم لأن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل إلا بشرطين الأول الإخلاص لله عز وجل أن يكون العمل خالصاً لوجه الله ليس لأحد فيه شيئاً فاعبد الله مخلصاً له الدين يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه والأمر الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من أن يكون عندك دليل أو سنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقتدي به وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعندما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية في عام الحديبية ونزلت الآيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اتخذ بعض الناس هذه الشجرة مزاراً يزورونها لأن الله عز وجل قد غفر للصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها ورضي عنهم وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكانوا أكثر من ألف واربعمائة من الصحابة رضي الله عنهم فأخذ بعض الناس يترددون على هذه الشجرة فماذا عمل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بعض أصحابه بالذهاب إليها وقطعها فقطعوا هذه الشجرة حتى لا يفتتن الناس فيها ولما غزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين جهة الطائف ومر الصحابة بشجرة حسنة خضراء ورأوا المشركين يعلقون أسلحتهم على شجرة كبيرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا كما كان المشركون يعلقون أسلحتهم فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فهذا والعياذ بالله من الأمور التي نهى عنها الشرع من اتخاذ هذه الأمور القبور والأشجار والأحجار بعضهم يقول هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذه مزارا أو هذا مكان مر به علي بن أبي طالب فيتخذه مزارا ويعمل فيه بعض الأعمال الشركية يتمسح به ليس هناك مكان تحت عديم السماء يتمسح به إلا إثنان الحجر الأسود والركن اليماني فقط هذه هي التي يجوز أن تستلم وأن يتمسح بها الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق وهذا الحجر من الجنة واستلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر باستلامه وكذلك الركن اليماني لأن هذين الركنين هم الركنان الأصليان للكعبة أما الركن الشامي والعراقي فليست من الأركان الأساسية للكعبة لأن جزءا من الحجر هو من يعتبر من أرض الكعبة وإن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت النفقة هم قالوا أخرجوا الحلال من أموالكم لبناء الكعبة فأخرجوا الحلال من أموالهم وبنوا الكعبة ولكنهم لم يستطيعوا أن يكملوها على قواعد إبراهيم الخليل فقصرت بهم النفقة ولله في ذلك حكمة حتى يدخل الفقير والمرأة وكثير من الناس إلى الحجر ثم يصلوا فيه فستة أذرع من الكعبة في داخل الحجر هذه تعتبر من أرض الكعبة فمن دخلها وصلى فيها فإنه قد صلى في داخل الكعبة وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة أخذ بيدها وأدخلها في الحجر وقال صليها هنا فإن هذا من الكعبة مقدار ستة أذرع من الحجر هذه من أرض الكعبة فمن صلى فيها فهو قد صلى فيه في الكعبة فلذلك الركنان الشامي والعراقي ليس ركنان أساسيان من أركان الكعبة الحجر الأسود والركن اليماني هي التي يتمسح بها الحجر الأسود نزل من الجنة نزل به جبريل عليه السلام لما قام إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة نزل بالحجر الأسود من الجنة وكان حجراً أبيض ويقال إنه سود وتغير لونه بسبب خطايا بني آدم ورآه بعض الصحابة لما جاء سيل وانهد جزء من الكعبة وأعاد الصحابة بناء الكعبة رأوا داخل هذا الحجر أبيض والجهة التي جهة الناس التي يستلمونها حصل عليها من السوادي من ذنوب بني آدم والركن اليماني من الأركان الأساسية فلا يتمسح بأي شيء تحت أديم السماء إلا بالحجر الأسود والركن اليماني أما الذين يتمسحون بقبور الأولياء والصالحين أو الأنبياء أو غيره هذه من البدع ومن وسائل الشرك ومما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون بالاتباع ومنهيين عن الابتداء كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في ختام هذه العقيدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم غفر الله لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد على هدي كل أحد على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجتماع وضدها الفرقى وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسماً لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة ممن له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الإختلاف وانتشر في الأمة يعني الشيخ رحمه الله يبين طريقة أهل السنة العملية بعد أن بين في أول الرسالة أمورهم العقدية والعلمية بين هنا منهجهم العملي وهو اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار طبعاً جمع آثر والمقصود بالآثر هنا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله كلما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في أحاديثه وهي من الأمور التي أمرنا بالأخذ بها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يصلي قام يعلم الناس الصلاة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي ولما جاء رجل كما في حديث المسيء صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فصلى هذا الرجل ولم يتم الركوع ولا السجود ولا الإطمئنان في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل وصلى ولم يحسن الصلاة فأتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي كان لا يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة فقال في المرة الثالثة يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة الصحيحة قال إذا كبرت تكبيرة الإحرام فقرأ فاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا يعني التسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تطمئن في ركوعك ثم ارفع حتى تعتدل قائما سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد لا يستعج المسلم في ركوعه ولا في سجوده بل يطمئن الإطمئنان من أركان الصلاة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا جلس بين السجدتين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أن يسبح ثلاثة تسبيحات يعني هذه عدنى الكمال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم فيطمئن العبد في صلاته فهذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلمنا إياها ولما حج حجة الوداع وحج معه أكثر من مئة ألف من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج فجاءوا من أقطار الجزيرة كلها من القبائل كلها ليشهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فحج معه نحو مئة ألف من الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فكانت هذه هي حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام فيقول للصحابة خذوا عني مناسككم ولما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة كان يقول للناس عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع يعني ليس البر بالإسراع كما يفعل بعض الناس تجده يسرع في سيارته أو في مشيه فيؤذي الحجاج فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة السكينة السكينة عليكم بالسكينة بالاطمئنان هذا هو دين الإسلام دين النظام دين الرفق دين الرحمة فآثار الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله التي رواها الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية وصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام نقلها لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارق النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا حتى بلغ البلاغ المبين ونزل عليه قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين كامل من يأتنا بشيء في هذا العصر في هذا الوقت ويدعي أنه من الإسلام نقول ما هو دليلك من الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه كل محدثة بدعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته وما كان عليه الصلاة والسلام عليه هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا إن أطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله اهتديتم فالرسول هو المثال الحي الذي يجب علينا اتباعه والأخذ من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم أما غيره من الصحابة وغيرهم فليسوا معصومين لكنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين وهم جميعا ثقات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وثقهم الله عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فتوثيق الرسول عليه الصلاة والسلام وتوثيق الله عز وجل لهم قال عليه الصلاة والسلام إن الله اختارني واختار لي أصحاب وهم خير القرون وهم أفضل قرون بني آدم على الإطلاق أفضل الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم أي إلزموا سنتي طريقتي وهدي وسنة الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون هم الصحابة جميعا ويأتي في مقدمتهم العشر المبشرون بالجنة وأولهم الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبو الصبطين رضي الله تعالى عنهم جميعا هؤلاء الذين أمرنا باتباعهم الخلفاء الأربعة والعشر المبشرين بالجنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لأنهم جميعا الرشد ضد الغيث والهداية ضد الضلالة فهم مهديين راشدين رضي الله تعالى عنهم تمسكوا بها يعني مثل هذه السنة كأنها أمر تتمسك به كأنها شيئا حسيا والتمسك هنا هو الاتباع تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد النواجد قيل إنها هي الأنياب التي في مقدمة الأسنان وقيل هي الأذراس يعني وعضوا عليها بالنواجد يعني شدة التمسك بالسنة وما عليه وما جاء في الكتاب والسنة أن نتمسك به وأن نترك كل ما يحدثه الناس وإياكم ومحدثات الأمور الأمور التي يحدثها بعض المبتدعة وبعض فرق الضلال هذه لا نتبعهم فيها لدينا الكتاب والسنة هما المأمورين بالاتباعهما يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي القرآن الكريم محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والسنة شارحة ومبينة له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالسنة المطهرة شارحة للقرآن الكريم مبينة لما أجمل فيه موضحة لما يحتاج إلى توضيح القرآن الكريم يجتمل على الكليات والسنة تبين وتوضع وتفصل فعندنا أنصبة الزكاة ليست موجودة في القرآن في السنة تفاصيل الصيام والصلاة والحج والعمرة والصدقات والجهاد وغيرها كل هذه الأمور مفصلة في السنة مجملة في القرآن ومفصلة في السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع إياكم احذروا البدع إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله ويكفي المسلم أن يأخذ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه النجاح وهو الذي سيحاسبه الله عز وجل عليه يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والذي يفوز هو المتبع للكتاب والسنة إن تطيعوه تهتدوه إن تخالفوه تظلو هذا معنى الآية إن خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم وأتيتم بأمور من عندي أنفسكم فقد ظللتم ولما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع بعض الناس في مسجده وأخذوا يتحلقون حلقا ومعهم حصى يعدون يقولوا نسبحوا مئة هللوا مئة فجاءهم ابن مسعود قال ما هذا قالوا نحن نذكر الله عز وجل ونسبح بهذا الحصى قال إما أنكم أحدثتم شيئا لم يكن يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وأنتم أصبحتم أفضل منهم وإما أنكم مبتدعي ضلالة قالوا والله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الحق قال الحق في اتباع السنة في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ربا مريد للحق لم يصبه إصابة الحق هو في اتباع ما جاء في القرآن والسنة فأنكر عليهم قال هذه بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أزواجه من بعده وهذه آنيته لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلأ وأنتم غيرتم ما أسرع ما تغيرون السنة ونهاهم ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا الفعل مع أنهم يجتمعون ويسبحون ويهللون لكنهم أتوا بحصى يجتمعون فيه ويحددون العدد نوعية يعني الحصى وعدد التسبيحات سبحوا مية هللوا خمسين سبحوا مئتين هذا ليس عليها اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة سبح الله في كل وقت هلل في كل وقت ليس على صفة معينة إلا ما جاء وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتسبح في أدبار الصلوات يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33 لما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يا أهل الدثور يعني أهل الأموال يصلون كما نصلي ويسبحون كما نسبح ويصومون كما نصوم لكنهم يتصدقون بفضول أموالهم ونحن فقراء ليس معنا شيء نتصدق به قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه عادلتم ما يفعله هؤلاء وكنتم لم يسبقكم أحد إلا مثل ما فعل مثل ما تفعلون قالوا نعم قال تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدونه ثلاثا وثلاثين وتكبرونه ثلاثا وثلاثين وتختمون بلا إله إلا الله تمام المئة فعلم التجار أهل الدثور علموا بفعل فقراء المهاجرين فأصبحوا يسبحون مثلهم فجاء هؤلاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا علم أصحابنا أهل الدثور ففعلوا مثل ما نفعل يا رسول الله ويتصدقون بفضول أموالهم قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا الله عز وجل رزقهم الأموال وهم يتصدقون فهذا فضل الله عز وجل وكذلك لما جاء علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه يعني جاءته الغنائم وفيهم جواري فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم خادمة لأن فاطمة رضي الله عنها أم بنت رسول الله وزوجة علي بن أبي طالب وأم الحسن والحسين هي التي تطبخ وهي التي تغسل وهي التي تأتي بالحطب وهي التي تطحن الطعام وقد أثر الرحى في يدها رضي الله تعالى عنها فسمعت بهذه الغنائم التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى بيته جاءت إلى عائشة فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرجعت إلى بيتها فأخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة ابنته فاطمة إلى بيته وأنه تسأله خادمة تعينها على أمور بيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم ذهب إلى بيت علي وفاطمة ووجدهما قد ناما قد اضطجعا فدخل عليهما صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقومان قال مكانكما قال طلبتماني خادما على أدلكما على ما هو أفضل من الخادم تسبحون إذا أويتم إلى فراشكما فسبحوا الله ثلاثا وثلاثين واحمدوه ثلاثا وثلاثين وكبروه ثلاثا وثلاثين فهو أفضل لكما من الخادم قال علي رضي الله عنه فما تركتها منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ولا ليلة صفين يعني ليلة المعركة التي حصلت بينه وبين جيش الشام قال ولا ليلة صفين لم يتركها علي رضي الله عنه بعد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم لا يقدمون هدي أحد على هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون أن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس قال إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأصدق الحديث هو كلام الله عز وجل القرآن الكريم هو كلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه كما في حديث خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه يعني القرآن قال له يا هنى تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني كلامه يعني القرآن الكريم أفضل ما يتقرب العبد إلى الله عز وجل مما من بعد الفرائض هو تلاوة كتاب الله وتدبره ومعرفة معانيه لأن هذا القرآن نزل للتدبر ليس فقط للتلاوة بل لتدبر معانيه ومعرفة أوامره ونواهيه ومعرفة ما فيه من الزواجر وما أعد الله عز وجل لعباده المتقين وما أعد للكفار والمشركين من العذاب والعياذ بالله كل هذه الأمور في القرآن وما قص الله تعالى علينا في القرآن من قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين وما قص علينا من إهلاك المكذبين والمعاندين كل هذا في كتاب الله كما قال بعض العلماء فلم يبقى للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتابه يعني هذا عند الفتن كتاب يعني القرآن حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صوابه قد احتوى القرآن هذا على العلوم كلها فإن رمت تاريخا يعني ردت تاريخا رأيت عجائبا ترى آدم مذكان وهو تراب كيف خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته خلقه من تراب فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا في القرآن الكريم ترى آدم مذكان وهو تراب وإن شئت كل الأنبياء جميعهم وما قال كل منهم وأجاب مقالات الأنبياء مع أقوامهم وماذا أجابهم فيه أقوامهم فالقرآن الكريم هو كتاب الهداية هو كتاب العمل الله عز وجل أنزل هذا القرآن للهداية وللتلاوة وللاتباع وللعمل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعني الله عز وجل خاطبنا بكلام نفهمه كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال القرآن على وجوه منهما يفهمه العرب من ظاهر كلامها كما ذكر الله عز وجل السماء والأرض والبحر والجبال والأنهار والأشجار هذه يعرفها الناس من ظاهر كلام لغتهم يعرفها العرب ومعاني لا يعرفها إلا العلماء الراسخون في العلم الذين يفقهون كلام الله عز وجل ويعرفون الحلال والحرام والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمقيد والمطلق هؤلاء هم العلماء والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وشيء تأويله لا يعلمه إلا الله وهو ما يكون في الآخرة في الجنة والنار وما يكون يوم القيامة يقول ابن عباس ليس في الجنة مما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ففي الدنيا ما وفي الجنة ما في الدنيا عسل وفي الآخرة في الجنة عسل في الدنيا لبن وفي الجنة لبن لكن ليس العسل كالعسل ولا الماء كالماء ولا اللبن كاللبن الله ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعد الله عز وجل النعيم النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج ماذا وجد فيها وجد تراب الجنة المسك حصباؤها اللؤلؤ بناؤها الذهب والفضة فيها القصور والحور وفيها النعيم المقيم رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورآ قصرا عنده جارية فأراد أن يدخل فقيل له هذا قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرتك يا عمر فغضضت طرفي عنده جارية لعمر رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فبكى عمر وقال منك أغار يا رسول الله ورأى عليه الصلاة والسلام النار وما فيها من العذاب وقال للصحابة والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات يعني إلى الشوارع إلى البراري تجعرون إلى الله مما أعد الله عز وجل المعاندين والمنافقين والمشركين والكفار والعصاه من العذاب لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجعرون إلى الله قال راول الحديث فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم من البكاء ولهم خنين يبكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثرون رضي الله عنهم غطوا رؤوسهم ولهم خنين وحنين من البكاء رضي الله عنهم لأنهم يعلمون ما يقوله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم رأى عليه الصلاة والسلام الجنة ورأى النار رأى الجنة ورأى أكثر أهلها الفقراء ورأى النار ورأى أكثر أهلها النساء فجاء النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لما يا رسول الله نحن أكثر أهل النار قال لأن كنا تكثرنا اللعن تجد اللعن عند النساء والعياذ بالله واللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء الذي يكثر اللعن ولذلك نجد بعض المسلمين هداهم الله يسهل عليه أن يلعن لعن المسلم كقتله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول للنساء رأيت كن أكثر أهل النار تصدقن يا معشر النساء فإني رأيت كن أكثر أهل النار قلن لم يا رسول الله قال لأن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني العشير الزوج لو أحسن إلى إحدى كن الدهر فرأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط لو أحسن إليها الدهر كله ثم قصر مرة قالت أنا ما شفت منك خير طول عمرك ما فيك خير فهي تكفر العشير وتكثر اللعن وتكثر السباب فلذلك على المرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها وفي لسانها وفي صلاتها وفي عبادتها وفي حجابها وأقرب ما تكون المرأة إلى ربها فين؟ في قعر بيتها أقرب ما تكون المرأة إلى ربها وهي في قعر بيتها لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء إذا خرجن إلى المساجد أن يخرجن تفيلات أي غير متزينات ولا متعطرات يخرجن متلفعات كما كان نساء الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آية الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها رأيت نساء الأنصار على رؤوسهن مثل الغربان من السوات بل المرأة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا خرجن إلى العيد يحضرن دعوة المسلمين أمرهن أن يحضرن دعوة المسلمين وأما الحيض فيعتزلن المصلى والتي ليس عندها ثوب أو لحاف أو ستر تستطر به فإنها تأخذ من لحاف صديقتها وصاحبتها وتستطر به وتحضر دعوة المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنص يوم يعني بخمسمائة عام وأصحاب الجدي يعني أصحاب المالي الأغنياء محبوسون يحاسبون على أموالهم ولا ينجو إلا من أخذ المال من حقه وصرفه في حقه لأن الإنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فأصدق الكلام هو كلام الله عز وجل وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة والبدعة هو الأمر المحدث الذي ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة إذا ابتدع الإنسان أمرا في الدين أتى بأمر ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو مردود عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه كائنا من كان ويقول الشيخ رحمه الله إن أهل السنة يعني الفرقة الناجية المنصورة سموا بأهل السنة وسموا بأهل الكتاب وسموا بأهل الجماعة لأنهم هذه أصولهم الأصول الثلاثة التي يؤخذ منها الدين القرآن الكتاب سموا أهل الكتاب والسنة الأصل الثاني والإجماع هو الأصل الثالث والإجماع هو ما كان عليه دليل من الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة وليس هناك اجتماع كما قال العلماء إلا على نص فما نص عليه من القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة فهذه من الأصول التي يجب اتباعها قال الشيخ رحمه الله وأهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه أعمال الناس ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين الدين له أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة فالأعمال الظاهرة كالجهاد والحج والصلاة والزكاة كل هذه أعمال يفعلها الناس وهي ظاهرة وهناك أعمال باطنة وهي أعمال القلوب والله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم القلوب هي موضع نظر الرحمن عز وجل فالقلب الخاشع القلب المتوكل القلب الذي متوجه إلى الله عز وجل بالمحبة والخشية والإنابة هذا هو القلب السليم هذا هو الذي يقبل الله عز وجل منه الأعمال هذه الأعمال الباطنة التي يجب أن تكون وفق الكتاب والسنة فلا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله كما ذكرت لكم الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فصل لربك وانحر الذبح والنحر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها لله عز وجل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح لماذا؟ لأن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وتفرق الصحابة في الأمصار وفي البلدان أصبح يصعب الإجماع الإجماع بعد عصر السلف الصالح لا ينضبط لأن العلماء تفرقوا الصحابة تفرقوا في البلدان جاهدوا في المشرق وفي المغرب فيصعب أن يجتمعوا على أمر ويكونون عليه يخرجون برأي واحد فالإجماع المنضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح أما بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة انتشر الإسلام شرقا وغربا نعم ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة يعني هذا من أصول أهل الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذه للسلطة أو لك في بيتك سلطتك في بيتك تغير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان الذي يرى المنكر ولا يتغير قلبه هذا يتفقد إيمانه إيمانه ضعيف أو ليس عنده إيمان لأن المؤمن إذا رأى المنكر تغير وجهه وتمعر وجهه وتغير وغضب لله عز وجل تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم لنفسه ولا ينتصر لنفسه لكن إذا تعدوا حدود الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك أشد الغضب ما ضرب صلى الله عليه وسلم أمةً ولا عبداً إلا أن يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام فيتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم إذا رأى المنكر خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتناقشون في القدر الأمور المقدرة وما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ من العلم والكتابة والمشيئة والخلق يتناقشون في القدر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحمر وجهه كأنما يفقع في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام من الغضب وقال تضربون كتاب الله بعضه ببعض وأنا بين أظهركم يعني لأن الناس إذا أصبحوا يتناقشون ويتجادلون في القدر تركوا العمل وأخذوا يجادلون في القدر والله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء وعلمها وعلم ما الخلق عاملون لا يخفى عليه شيء جرى القلم بما هو كائن وقد خصصنا درس كامل للقدر ومراتب القدر وما يتعلق بها لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من الصحابة لما رعاهم يتجادلون في القدر كأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب عليه الصلاة والسلام احمر وجهه لأنه رعى منكرا ونهى الصحابة رضي الله عنهم قال تضربون كتاب الله بعضه ببعض وأنا بين أظهركم فلذلك المسلم إذا رعى منكرا فإنه يغضب ويرى ذلك في وجهه وإذا لم يحس في قلبه بأن هذا منكرا فليفتش عن إيمانه فمن أصول هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بل بعض العلماء جعل الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ركنا من أركان الإسلام جعله ركنا سادسا مع الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد جعل الأمر بالمعروف ركنا من أركان الدين لأن الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خيرية هذه الأمة هي في الأمر بالمعروف في الدعوة إلى الله في تعليم الجاهلين ولابد أن يكون الأمر بالمعروف عالماً بما يأمر به عالماً بما ينهى عنه رفيقاً بمن يأمر به رفيقاً بمن ينهى عنه ليناً لمن يأمره ليناً فيما ينهى عنه لا يكون عنيفاً أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله فلا يجوز للمسلم أن يأمر بشيء إلا وهو يعلم حكمه ولا ينهى عن شيء إلا وهو يعلم بحكمه أن يكون عالماً بما يعمر به عالماً بما ينهى عنه رفيقاً يأخذه بالرفق واللين لا يكون عنيفاً الله عز وجل يقول لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضًا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هذا أدب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فالدعاة من بعده أولى أن يأخذ الناس بالدين والرفق والموعظة الحسنة والكلام اللين الذي يدخل إلى القلوب المقصود هو بيان الحق للناس الوسيلة أن تكون وسيلة صحيحة سليمة مبنية على العلم مبنية على الرفق مبنية على الرحمة مبنية على الإحسان لأن هذا الدين رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهدى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح نسأل عز وجل أن يكرمنا وإياكم بمغفرته وعفوه وأن يجعلنا وإياكم من الآمنين يوم الفزع الأكبر اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير الخزايا ولا مفتونين وصلى الله وسلم على نبينا حمد عليه الصحيب والسلام ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر